ونزهة مؤسساتنا كالعملية الانتخابية منذ أسابيع طبعا ولمنشاء الله تضوء على هذا استرمت تقريرا من لجنة الأمن السيبرية الإلكترونية يتحدث عن طيف واسع من الاستراتيجية للقيام بتصليح العطب الأمر صعب وهدف الاعتداءات السيبرية غير مرتبط بكيان واحد ولكنه واسع وكما تعرفون لجنة الحزبة الدموقراطية ليست جزءا من الحكومة ما يمكن فعله أن نسد النصيحة وعلى نحو ثنائي يمكننا أن نحذر البلدان الأخرى لكي لا تقوم بشن اعتداءات كهذه وقد قمنا بذلك في السابق إذن كما قلت لروسيا لكي توقف هذه الاعتداءات وأشرت إذا ما قاموا به مرة أخرى فإن هناك عقبيل خطيرة الصينيون أيضا انهمكوا بقرصنة لسرقة بعض الأسرار بين شركاتنا الأسرار التكنولوجية وتحدثت أيضا مع الرئيس تشي جينبين هو أيضا ما رأيناه أن ثمت دليل بعض الأدلة أن القرصنة انخفضت ولكنها لم تختفي تاباما لأنهم يستخدمون بعض الشركات الوهمية وبطبيعة الحال عندما نصل إلى العنوان الذي قرصن منه هذا الأمر أو ذاك يستغرق الأمر وقتا وأحيانا يختفي هذا العنوان لأنهم يستخدمون شركات الوهمية أو عنوين وهمية وبطبيعة الحال نستطيع في كثير من الأحيان أن نأتي بالمجرمين ليمثلوا أمام العدالة بسبب صعوبة المسألة ولكن لدينا أعراف دولية لندرأ سباقا في المجال السيبري لأن لدينا طبعا قدرات دفاعية كما لدى البلدان الأخرى وبطبيعة هذه الأعراف نحاول أن نعززها ولا نريد أن نعتدي على الأخرين ولا نريد للأخرين أن نعتدوا علينا وهناك ببادئ توجيهية مرتبطة بسلوك الخصوم لكي يفهبوا بالضبط أن ما يقومون به يمكن أن نرد بالمثل لدينا طبعا تحديات خاصة لأن اقتصادنا مرقما أكثر من أي اقتصاد آخر وهو أكثر ربما هشاشة ربما لأدنى أمة ثرية وأيضا لدينا انفتاح مجتمعنا منفتح ونحن ننهمك بقضايا لا تراقب دائما وأبدا وهذا جزء لا يتجزأ من كوننا لدينا حيثية خاصة وأخيرا طبعا أنا تبادئت في الإجابة وأردت أن أوفر إجابة شافية بالنسبة للاستجابة إن هدفي الرئيسة في فترة التي سابقت الانتخابات هو أن تمضي الانتخابات من دون أي عطب أو أي أذن وأن لا تغذي تلك الانتخابات حسا لدى العامة مفاده أن هناك تزوير أو هناك تلاعب حصل وقد وصلنا إلى مبتغانة بالفعل الانتخابات جرت على قدم وساق هذا لا يعني أننا لن نستجيب هذا عن أن أولوياتنا كانت مختلفة في الفترة التي سابقت الانتخابات وكانت تلك الأولويات مهمة للغاية أما هدفنا فهو إرسال رسالة إلى روسيا أو إلى الدول الأخرى أن يمتنعوا عن فعل ذلك لأننا يمكن أن نرد بالبثل ولكن من المهمة بمكان أيضا أن نقوم بذلك بطريقة منهجية نفكر فيها مليا بعض الأمور نتخذها على الملأ وبعضها سنتخذها بطريقة يعرفها خصومها ولكن لن يعرفها الجميع من الأشخاص اقترحوا ربما أنه إذا ما أردنا أن نعلن عن هذه المسائل على الملأ وضربنا على صدورنا وقلنا نعم سنقوب بهذا أو ذاك فإن الأمور ستحل وسوف نخيف الروس ولكن يجب أن نأخذ بعنا الاعتبار أن لدينا عقوبات فرضت على روسيا منذ قبل وعلاقتنا مع الروس قد تدهورت وعلى نحو محزن خلال السنوات الماضية لذلك كيفية وجود الرد مناسب يكلفهم بسبب سلوكياتهم في المستقبل هو أمر يجب أن نأخذ بعنا الاعتبار ولكن لا يجب أن يضر بنا ويجب بطبيعة الحال أن نمعنا نظر في ردنا وهذا ما قمنا به أي فكرنا في الأمر ماليا ولذلك في فترة اتخذنا فيها تدابير يمكن أن نعلنها على الملأ قد فعلنا ذلك بالفعل وكان هناك أوقات كانت الرسائل ستصل إلى الروس مباشرة من دون أن نكشف عنه ولذلك أشير أيضا إلى أنه جزء من تأثر الروس بهذا لأنهم لا يعلنون عن ما يقومون به الروس لا يتبعون الانفتاح بوتين لا يذهب ويتحدث على الملأ ويقول هل ما قمنا به كان ذكيا هو ينكر ذلك أصلا وبالتالي إن فكرة وجود تشويه لسمعة بوتين أو روسيا ونجاعة ذلك أعتقد أن هذا لا يعتمد على التفكير الذي يعتمد على الروس بطريقة يفكرون فيها هل كنت تتأثرت بسبب القرصنة جميع العاملين في مجال السياسي كان نقاش بينهم كانت انتخابات وأعتقد أنه ستكتب مؤلفات كثيرة في انتخابات قلت ما هو المهم بالنسبة للمحزب الديمقراطي في المستقبل هو أن يحاول أن يدرس جميع أوجه الانتخابات وكما قلت من قبل أنا فخور جداً بالوزيرة كلينتون وقد دعمتها ولا أعتقد أنها أخطأت أي خطأ وأعتقد أن التغطية التي قامت بها تغطية المسائل المختلفة كانت ممتازة لكن مع ذلك ما ركزت عليه بشكل خاص بالإضافة إلى أنه لن أكون سياسياً خلال 32 يوماً أو 34 يوماً هو أن يمكن أن أقدم بعض النصائح والمشورة الحزب الديمقراطي وينبغي أن نقضي وقتاً كافياً عن الأمور التي يمكننا التحكم فيها وكيف نستطيع أن نظهر في المواقع التي يحتاج فيها الشعب لحزب الديمقراطي وله تأثير وأيضاً لا يبدو علينا أننا تأثرنا وأن الديمقراطيين يصفون بأنهم بهذه الصفة أم تلك ديمقراطيين متحررين وغيرها من الصفات ينبغي أن نكون موجودين في المجتمعات المختلفة وقد رأينا عندما نكون حاضرين فنا ذلك يحدث للفارق وبتلك الطريقة أصبحت رئيساً لأنني كنت أذهب وأزور الأماكن المختلفة والمجتمعات والفئات الاجتماعية المختلفة وأتحدث إلى الفئات المختلفة من مزارعين ولكنهم كانوا يعرفون ما تحدث عنه وما هي اهتماماتي وأتحدث إلى العاملين وإلى طبق الوسطى ووضح لهم مجاة اهتمامي وزيادة الأجر الأدنى وإعادة البنية التحتية وأن يكون الآباء يوفرون الرعاية الصحية لأطفالهم وأسرهم ونفس الشيء قمت به في مختلف الولايات أيوة وغيرها وهذا هو بناء الحزب ككل بحيث لا يكون هناك أي منطقة صغيرة في أي ولاية لا يكون فيها وجود ديمقراطي لحزب ديمقراطي وذلك تطلب عملا كثيرا وطويلا وهو شيء ستعطل قيمة به بنجاح خلال حملة الشخصية لكنه شيء لم أتمكن من أن أنقله إلى المرشحين لكي يبنوا تنظيما مماثلا كنت أود أن أفعل أكثر من ذلك ولكن من الصعب أن تفعل ذلك وأنت مهتم بخضايا كثيرة كمسؤول عن البيت الأبيض وسيكون هناك الكثير من الموهوبين ومن العارفين الذين سيعيدون إلى الحزب الديمقراطي سمعنا هيلاري كلينتون تحدث عن ما تعتقده أو تراه في مدير الـ FBI وما قام به قبل الانتخابات وهناك شيء قد انكسر في داخل الـ FBI حول التحقيق ما رأيك في تلك التعليقات هل هناك خطر بأن نشكك في نزاهة FBI ثم فريق ترامب يعطي إشارات بأن التحقيق في القرصنة الروسية قد لا تكون أحد الأولويات ما هو الخطر الذي قد تراه هناك هل تحدثتم إليه مباشرة حول بعض هذه التعليقات في النقطة الأخيرة كما قلت من قبل الانتقال من الانتخابات إلى الحكم ليست دائما سهلة هناك مطبات هناك كلام وأخذ ورد وأناس يفكرون كيف إن الأمور انتهت وهذا شيء نتفهمه لكن عندما يتولى مقاليد الرئاسة دونالد ترامب سيكون عليه مسؤوليات واعتبارات كثيرة وقد قلت ذلك من قبل أعتقد أن هناك عملية تعقل تكون موجودة لدى الرئيس بالنظر لأهمية مسؤولياته وقد كان هناك نقاشات فردية ودودة مع الرئيس المنتخب وأنا أحاول أن أقدم له بعض المقتلحات حول بصرف النظر عن اختلاف أرائنا من ناحية دبلوماسية ممكن أن أعطيها بعض الأفكار حول المحافظة على الفاعلية والنزاهة للبيت الأبيض والهيئات والمؤسسات السياسية المختلفة وقد استمع لا أدري أنه سيأخذ بها ولكنه خلال النقاش كان وديا طبعا واستمع إليه وسأكون جاهزا دائما في حال احتاجني كما يفعل جميع الرؤساء السابقين بالنسبة لل FBI أنا أعرف المدير كومي وهو يتعامل بجدية مع مهنته ويعمل بجد ويسعى إلى أن نحافظ على سلامتنا وهناك دائما تحدي في تطبيق القانون عندما يكون هناك تعارض بين العمل الذي يقوم به وبين الوضع السياسي هذه هي الإشكالية في الديمقراطية هناك نظام نريد تطبيق القوانين أن يكونوا مستقلين عن السياسة ويقوموا بعملهم بحرية لكن أحيانا ذلك يتطلب تحقيقات متعلقة بالسياسة وهذه كل شيء تفعل أي شيء تفعله يكون هناك شكوك تحوم حولك وهناك شيء قمت به أنا هو أن أكون حريصا على أن لا أنتظر أو أن أتدخل للتأثير على تحقيقات أن تقع أو أن لا تقع حاولت أن أكون حازما في تصرفي حول المحافظة على استقلالية الجهات القانونية والتطبيق القانون من حكمي أو من حكم السياسة ولا أدري لماذا سأتوقف الآن ما رأيك فيما يحدث في حلب والحكومة الروسية والحكومة الإيرانية ونظام الأسد كرئيس الولايات المتحدة والعالم الحر ومسؤولياتك الأخلاقية الشخصية خلال رئاستك وما يجري في حلبنا متأكد من أنه يؤسفك بعمق وهناك خلاف بينك وبين ترامب وهو يريد أن يجد مناطق أمنة في سوريا ما رأيك في ذلك أنا دائما أشعر بأنني مسؤول شعرت بأنني مسؤول عندما تم إطلاق النار على أطفال من قبل قناصين وأشعر بأنني مسؤول لعملية القتل في جنوب السودان ولم يتم الإبلاغ عنها جزئيا لأنه ليس هناك وسائل التواصل الاجتماعي لتنقلها في العالم هناك أمور فضيعة وبسبب أنني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أشعر بالمسؤول وأسأل نفسي هذا شيء كان يمكن أن أقوم به لإنقاذ حياة البعض وحماية طفل لا يستحق المعاناة إذن تلك هي نقطة البداية ليس هناك لحظة خلال رئاسة لم أشعر فيها ببعض المسؤولية وهذا صحيح لبلدنا أيضاً عندما توليت الحكم وكان الناس يفقدون أعمالهم وبيوتهم شعرت بالمسؤولية وكنت أعود إلى البيت وأسأل نفسي هل كان هناك شيء أفضل كان يمكن أن أقوم به مهما كان صغيراً ليحدث فارقاً في حياتهم لأخفف من معاناتهم إذن فيما يتعلق بسوريا ما قمت به هو أنني أخذت أفضل طريق نعتقد أنه أفضل لأحاول إيجاد أو إنهاء الحرب الأهلية وأخذ عند اعتبار المصالح الأمنية القومية للمتحدة الأمريكية ومن خلال هذه العملية على أساس ساعات وساعات من الاجتماعات أو أيام وأسابيع من الاجتماعات ترسنا فيها كل الخيارات بالخرائط ومع العسكريين والوكلات الداعمة والديبلوماسيين وكنا نحضر أطرافاً خارجية تنتقد سياستنا لنرى ما هي التحديات هو أن لا نضع عدد كبير من الجنود الأمريكيين ولم يطلب من أحد ذلك وبدون قرار دولي وبدون دعم كاف من الكونغرس في وقت كان ما يدر لدينا قوات في أفغانستان والعراق ومررنا بعشرية بعقد من الزمان من الحروب والمعارضة أو المقاومة على الأرض لم تكن متوافقة حتى تقف في وجه الحكم وكان هناك قوة عسكرية روسيا مستعدة لأن تفعل كل ما يمكنها من أجل أن تحافظ على حليفها وكانوا يستخدمون أيضاً حلفاء آخرون موجودين هناك في تلك الظروف ولو لم نكن وأن سيكون لدينا مشاكل وكل ما عدا ذلك كان هناك إغراء بأن نفعل ما يمكن أن نفعله لكن الأمر كان سيصبح مستحيلاً أن نقوم به بدون احتياطات معينة وفي تلك الظروف كان علي أن أتخذ قرار كرئيس الولايات المتحدة حول ما هو أفضل ماذا يجري هناك أحدهم ممكن طبيب يساعد أحدهم يذهب إلى مكتب الطب ويأتي له بمساعدة إذن لم نكن نستطيع نفعل ذلك بدون تكلفة كبيرة هل يمكن أحدهم أن يساعد بإحضار الطبيب تلك الظروف تلك الظروف تلك الظروف سوف تلك الظروف سيئة السيد إنهم لنساعد كل جدود چكرا سيئة السيد المترجم للقناة المترجم للقناة ولا أعني أن بصراحة كاملة أنا أتفهم الرغبة في القيام بشيء ما ولكن ما كان سأفعله هو ما الذي يمكن أن نتحمله وما هو المعقول وأولويتي هي ما هو الأفضل لأفعله للمتحدة أمريكية وكان رأينا هو أن أفضل ما نقوم به هو أن نرسل ببعض الدعم للمقاومة حتى يمكنهم أن يصمدوا ولا يذهب إلى النسرة والقاعدة أو تنظيم الدولة ومع حلفائنا سعينا إلى وضع ضغطنا على جميع الأطراف في محاولة لحل النزاع بالطرق السياسية والديبلوماسية لا يمكنني أن أدعي أننا كنا ناجحين لكن ذلك شيء صحيح في كثير من النزاعات حول العالم وينبغي أن أعتعيش معه ولكن أعتقد أن تلك كانت هي المقاربة الأفضل بالنظر إلى ظروف وذلك القرار كان هناك أمكانية في أن نتدخل بشكل أكبر لكن ذلك لم ليس من أكيد أنه كان سيكون مناسبا لأن لدينا التزامات أخرى في أماكن أخرى وقد بدأناها ولم تنتهي بعد بالنظر فيما يتعلق لمسألة المناطق الآمنة هي مشكلة مستمرة وتحدي مستمر إذا وضعت تلك المناطق في الأراضي السورية فأن ذلك يتطلب قوات معينة تكون راغبة في أن تحافظ على تلك المناطق في غياب موافقة من الحكومة السورية والروس أو الإيرانيين وإذن ربما مع ما حدث الوضع المأساوي في حلب أنه في المدى القصير إذا أمكن أن يكون هناك عشرات الألاف مما يزالون من هناك إذا كانت عيون العالم عليهم ويشعرون بالضغوط أن النظام وروسيا يتفقون مع بعض الترتيبات وبمشاركة تركيا يقومون بما يحمي هؤلاء المدنيين ولكن ذلك سيكون حلا مواقع ولم يتحقق ذلك إذن إلى حد الآن الروس والأسد يقولون أن جميع المدنيين الأبرياء خرجوا في حين أن المنظمات الدولية والإنسانية تقول لا ما يزال منهم الكثيرون أن ما زال هناك عشرات الألاف ومستعدون للمغادرة مهما كانت ظروف وينبغيذن أن نضع الضغط لإخراجهم أنا سأساعد الرئيس ترامب المنتخب بأي مشورة أو معلومة أو نصيحة وهو سيتخذ القرار من الآن لذلك الحين أنا الذي أتخذ القرارات بتشاور مع من هم حولي كل يوم شكرا سيد الرئيس هل يمكن أن نطمئن الجمهور أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة هل يمكن أن يتم نشر بعض المعلومات الانتخباراتية وهل أنت قلق من علاقة الرئيس المنتخب ترامب مع بلاديمير بوتين ربما أنا أتقدم في السن يمكن أن أؤكد للجمهور أو للشعب أن التدخل في العملية الانتخابية يثير القلق ولكن ينبغي أن نقلق وأن ولم نرى أي دليل على أن هناك آلات تم تلاعب بها ذلك ممكن أن نؤكده ذلك لا يعني أن قد نجد ما يشير إلى مثل ذلك لكن ننتبهنا إلى طريقة العمل ونشعر ونحن بالثقة بأن لم يحدث أي شيء وأن تم عد الأصوات النقطة الثانية هي حول نشر الوثائق السرية سوف نقدم الأدلة على أن يمكننا أن نقدمها بأمان ولا تعرض أي مصادر للخطر لكن بصراحة عندما نتحدث عن الأمن السيبيري الكثير منه سري ولا يمكننا أن نعلنه لأن الطريقة التي نمسك بها الأشخاص هو معرفة بعض الأمور عنهم قد لا يريدون أن نعرفها ولا نريد أن يعرف أننا نعرف هذا هو ذلك نوع من الأوضاع التي إذا لم يصدق الشعب الأمريكي بأن المحترفين في CIA وكال الإستخبارات الأمريكية والFBI وجميع الجهات الإستخبارات الذين كانوا في إدارات سابقة ومن الجمهوريين والديمقراطيين أقل جدارة بالثقة من الروز فإن الناس ينبغي أن يصدق ما تقول للجهات الاستخبارات قلتو أنه ينبغي أن نفكر فيما يحدث المنظومة السياسية الروس لا يمكنهم أن يغيرون أو يضعفون هم بلد أقل وأضعف وأقتصادهم لا ينتج شيئا ليس لديهم إلا أسلحة وبترول وقاخس وليسوا مبتكرين لكن يمكنهم أن يؤثروا فينا إذا فقدنا أحسسنا أننا نسنا أخويا ونسينا ما هي قيمنا وما هي قوتنا السيد يمكن أن يضعفنا كما يحاول إضعاف أوروبا إذا بدأ يطبق أشياء مثل إضعاف الصحافة أو بث التفرق بين الأطراف أو التمييز بين الناس بسبب عقائدهم أو أجناسهم وما أخشاه ويقلق لي أكثر من أي شيء هو الدرجة التي وصلت إليها التوتر بين الحزبين أننا بدأنا نرى البعض في الحزب الجمهوري ويجدون فجأة حكومة وأفراد يقفون ضد كل المبادئ التي نؤمن بها ويقبلون ذلك لأنه تعبير عن كرههم للديمقراطيين فكروا في هذا بعض الناس الذين تاريخيا كانوا ينتقدون ني كثيرا في التعامل مع الروس والتحاور معهم وهو أيضا الرئيس المنتخب كان يقول أنه ينبغي أن نوقف العقوبات ضد روسيا وأن نتعامل معهم ذلك لم يكن أخباراً جديدة والرئيس المنتخب خلال الحمل قال ذلك وبعض الأشخاص الذين كانوا طوال مسيرتهم السياسية ضد الروس لم يقولوا شيئاً عن تلك الملاحظات ثم بعد الانتخابات أصبحوا يسألون لماذا لا تقول لنا أن الروس قد يساعدون وقد ساعد مرشحنا بالله عليكم كان هناك دراسة بعضكم رأاها ربما 37% من الناخبين الجمهوريين يوافقون على العلاقة مع بوتين أكثر من ثلث الناخبين الجمهوريين يوافقون على بوتين رئيس الكي جي بي الاستخبارات الروسية السابقة وكيف حدث ذلك حدث جزئياً بسبب لأنه لوقت طويل كل شيء كان يحدث في هذا البلد وكل شيء يقال نراه من خلال ما يتعلق بديمقراطيين أو الرئيس أوباما وبدون هذه التغييرات أو إذا لم يتغير ذلك فسنظل من الممكن وما نستطيع ترجمة نانسي قنقر